اشتركوا في القناة سهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان تحياتي لكم رجاء لا تنسوا تشير اللايف وكذلك وضع او تكبيس تكبيس في هذا اللايف مباشر السابع عشر من دونيو الفين واربعة وعشرين المباشر اللي فيه بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة وسبعين الجيش الصحراوي ما نحبه وسهلا بك زهرة الصحراء ما نحبه وسهلا عيدكم مبارك سعيد بالنسبة الناس اللي يمزلنا ما تبادلنا التحايا ناليك المرحبا وسهلا مساء النور ان شاء الله يعود عيد الخير علينا وعليكم ان شاء الله كثير من اهالينا في المناطق المحتلة معايدين اليوم حتى هم نقولهم كذلك عيده مبارك ان شاء الله بكل ما يتمنى وبالاستقلال ان شاء الله استقلال الشعب الصحراوي على الاحتلال المغربي وما ذلك عرى الله بعزيز يركع مع سيده ديز مرحبا وسهلا اذا ان شاء الله نبدأ بالنشيد الوطني كما هي العادة كما جرت العادة كم الصورة جاءت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 عرف او عرف عندي الرامد ومعطونيش دعم وانا دبا في العروبيا في جديدة والله ما معايد 3 سنين ما عايدش هذ عام وباغين بعد منهم اخويا والله عندي اخوش يقولي يسوم بعد منهم والله واش ما عايدت هذا العام عامين ما عايدش وما كنا أخدش الدعم يقولوا راشا نعطيه الدعم والله ما كي يعطيه شي دعم غير صحابهم والقزانة ولكن قالوا انا جابوا لكم جابوا لكم لك باش من سبانيا وكل شي بخير اجابوا لي ما جابوا لي انا اخوين بعيد عليهم اقسم بالله وانا عشان شي قالوا ان انا قالوا ان ارى ارى كل شي بخير وعلى خير في المغرب الناس واكله الشارباء الذي لا اله الا هو اليوم كبير عمد الله يجا تلا ثلاث ما معايدش ثلاث قاعد المغاربة ما معايدش هذ العام وعلامة معا وداب حينتي وحدينتي خرفان دين ربع شهر وشي با وشي قاعد ذابح الجاش قاعد كاي اللي ذابح الجاش واحد راك اللي كنه لابح عار الجاش واللي ذابح الجاش رام زيال اللي رات يقولوا شي عياش عاش 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 وما مواخدين والو ولكن ما شهر جاهش من شهر جاهل من عيالة مقارين شو البعد عن الدين والماسونية دخلة البلاد لا غير الفقر فقر من شهر هي الرزق على الله احنا ما تنعيبوش على الفقر ولكن تنعيبو على بعض الوحدين ولو تحكمونا في برلمان مستوى الدراسي دياله ولكن برلمان واسمك ولكن سمح لي انت تعرف عن محمد السادس تعرفش حال الثروة اللي عنده في اسمه الخارج كنسمعه عنده فرانس عنده أنا ما نعرفش ما تعرفش حال لا ما على باريش ما كنسوولش على الشيء اثمان ملاير خمسمية مليون دولار اللي عنده عنده وعنده قصر في فرانسا فست باريس وعنده قصر في نواحي باريس وعنده قصر في اسمه في الموزنبيق يالله تقريبا هذي شي شهر شي ثلث شهر بش يغضو متسمعني ياك؟ اه كنسمعك اخرى وعنده قصر في القابون وخلي قصر الرباط وخلي قصر الرباط مكناس وسلاء وفاس وكذا 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 والشعب يموت من الجوع اه ما شاكين والباريح الدار ومع المقدميش ياخدوا 400 ريال كل واحد يبيع ويشري مول البسطة ياخدوا 400 ريال وكيد دول القيد دوك المروض السفرين ولكن هذك راه ذك شي راه الحقره راه جاي من الفوق لو كانت الحقره مكين الفوق اخويا اندوي في المنطيق انا انا رمان مروكي ما تزير انا باقي فين نعيش وصابي المشكلة العاويس هو اندراري كافاش قارين ودراري اللعبوا معي الكورة وما تنعبوش كنا تزابونيو المحسوبية بلاد الرشوح مغرب هو هذا وحاجة اخرى مغرب شوف الحقره شوف الحقره سبيطار ما كين الخدمة ما يكينة الى مشيت المحكامة يظلموك مشيت المقاطعة يظلموك يجي المقدم يظلمك يجي القايد يظلمك اذا ابن هدم دائما هو تحت الظلم حياته كاملة حتى يموت وحاجة اخرى اللي بغي انهرب مننا حاجة اخرى اللي بغي انهرب مننا ولا بغي تخدم واتخلص تلاشات المليون باش تخدم بالسينة الاف ولا اش مانينة الاف وتخدم غير عسكرية ولا مخزنية ولاش وكيلي مشكين فاقير ومواك الوالو وتي يقول لك عاش الماليك وعاش الماليك وحاجة اخرى اللي كعاتني انا اصابينا نجي كالسراتي والله كيسمع فينا مني دونيا باطمة وديك ساعدة الشرف المغنيين خادوا الاوسيمة والقريم شكل اعطام الاوسيمة حسيت بالظلم الماليك اللي اعطام شوف خلي شوف باش خلي شوي باش نقدون تكلموا معاك مرة الجاية باشكورك اللي قلت كل شيء خايف عليك لا بغيت نجي ما كان خاف شانا لا بغيت نبعد منه الخوف ما كان حد يخاف أنا اللي خايف عليك انت يعني اني عارف هذاك هذاك النظام المجرم ما انت راني عارف عنك ما تخاف لا ما حدك طلعت وتكلمت بحرية عارف عراسك بأنك نخاف ومالله عز وجل بغير نمشوا في فلسطين إن شاء الله وجمهور راجع الفيداوي كله تعرف غير راجع وفلسطين الله عز وجل جمهور تتعون تعالى الجمهور اخوي راه الجمهور راه ضيعوا غير الفتخة والماحية اخوي الله يهدي اخوي راه الانسان شوف اللي ما فيه اللي ما شي نظيف راسه شوف ما يتعطل حشيش ما يتعطل ماحية ما يتعطل الشراب هذاك هو اللي قدي يغير شي حاجة الله ما كان كمي انت واحد من مليار واحد كندير النفحة لا باس لباس النفحة أخياتapers شكرا اخوا يا صلح الله يو protect astes شكرا 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 مارحبه وسهلة. مرحبا وسهلة. مرحبا وسهلة. كبسوا رجاءة من فضلكم. تفضل اخي كريم. تفضل اخي كريم. من سيلة تحياتنا مرحبا وسهلة. تفضل مني مرحبا وسهلة. بارك عيدك. حاجة مختار ما عندك يمكن كونيكسيون على ما اعتقد. لدي اجابة على السؤال. مو حال. ما زلت ميكين الاجابة على السؤال. تفضل تصير بحاجة. تفضل اخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك لك ولجميع المتابعين ديلك. وعندك كذلك. عندي سؤال واحد ولكن تشوف هذا السؤال. سؤال لا تأخذوش منشي جاني برأسك. وعرأتنا برأسك. سبحانه. صاحب شفت الكونديري زوهير زكاري. لكن لحظة لنقول لك واحد القادمي. أظراك أنا منقول لكم عطيني اسمك واش ليانا. أنا راني نطلعك. لا لا لا. هناك هنا معنا وحدين مكفوفين. مرحبا. وهذاك مساكل مكفوفين. لا لازل كنت ترفق واذنو. لا لا لا. تفضل عرف ما قلتي زوهير ياك. زوهير زكاري. تفضل. أرحب وسلم. أخي أنا كنت كنت في الأخبار المغربية وكن عرفتك من زمان. لدي سؤال واحد. واحد. لك الحرية بغتي تجاوبني. يعني جاوبني. ما بغيتش. مع كل احترامات. دير في بالك واحد القضية. دير واحد. على أنني أنا نطلعك باش يجاوبني على السؤال. ولا أنا نخليك تطرح السؤال. أنا ما عندي مشكلة. شوف. ولكن واسمعني. واسمعني يا أخي. تشوف. سبحان الله. الإنسان خاصو يسمع بعض هيللون. تقعا ما عرفتني ما يقولن. نعم. نعم. هنراني يتكلم معك. ونطلعك باش يتجاوبني. في ماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75. من اللي هي تطرح سؤالك وما تجاوبني على السؤال. لما عندي حتى مشكلة. اللي هي تطرح سؤالك ولي هي ننزلك. فضل. ما بإمكانيش نعطك الجواب. لأن ما عندي شي حاجة. لنضيف. ولكن أنا السؤال. إذا أنت تطرح السؤال اللي ما عندي حتى مشكلة. تطرح السؤال كيف بغيت. ولكن أنا ما نطلعك باش تطرح لي السؤال. أنا هو اللي عندي السؤال. أنا بغي الجواب. ها باش نعود واضح معاكم. اللي بغي ينزل إحنا ما عندي مشكلة. أنا ما طلعت الناس باش ننزلهم. ولكن اللي نزل راسه نزله ما عندي حتى مشكلة. تفضل أخي كريم. السلام عليكم يا قيم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخيال الحمد لله. ما شاء الله. أحبتك معك عبد الحق من المغرب. مرحب وسهل. تفضل. السؤال ديال ديما ياك. تماما. السؤال ديال ديما. وديال أول نعم. السؤال ديال حتى اللي. ما باش تلقى الجواب ديال السؤال. ايه وما أنا نشوف. أنا نبحث عن الجواب. ما السؤال. أنا كنضم باغي الجواب اللي بغيشين انت. اللي 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 قات رضا عليه انت. ما شوف. أنا له نعطيك. له نعطيك عصر دقائق. تعرف عصر دقائق. عصر دقائق. عصر دقائق. ما نقاطعك. ولكن تعطينا الحجج والأدلة التاريخية. من ما قبل 75. تفضل. أنجوبك ولكن ما نعطيك الشي ديال التاريخ. ما عارش لي بزياب ديال حويش. ما عديش أرقام. والتوالي أخوالك. نهندر معك بالمنطق. نهندر معك بالمنطق. لا شوف. كمس شعب. كمس شعب. دب أنا. واسمعني. لا تفضل. اسمعني. لا تفضل. شوف. أنا سؤالي لايفي. حول التاريخ. مش يا الرأي. انت رأيك عندك. رأياني عندي. الناس كاملة كل واحد عنده رأي. ولكن الرأي ما يقف قدام التاريخ. إذا كان الآن مثلا المغرب إسباني. شنو رأياني نبغي نقول. والمغرب رأي ألماني. ورأي المغرب بلجيكي. والمغرب إسباني. لا. أنا خاصة. سمعني أخي محمد القاباك. سمعني. سمعني. ستكمن. أنا هذا السؤال هو نفس السؤال. اللي ما تروح للمغرب الأمم المتحدة. من زمان من 1963. المغرب يقول له باش هذه الأرض مغربية. وهو ما عنده الجواب. ما عنده في 1963. ولف سبعين. ولف خمسة وسبعين. ولف الفين. ولف الفين. ولكن ربما أنت تكون إنسان عندك الجواب. تفضل. دبا. عربت كأنا بويتيني نجاوبك تاريخيا. أنا قلت لك. لماذا لا نجاوبك تاريخيا. لأنني عدي سبب. لمنطقي شوية. السبب هو تاريخ يقدر لكم مزور من الجهاتين بجولة. من الجهات ديان نحن كمغربة. يقدر لكم مزور من الجهات ديان كمتومة. أنا ما قلت نقول فيها تشد التاريخ. لا. لا. لم يكش تقول تاريخ ديانك. ونقول أنت أخذ ديانك. سمعني. سمعني. كانت مغربية. سمعني. سمعني. يلا تفضل. تفضل. غاربة بالتفكير بسيط جدا. هذي فرض. ندرك مشينا على الأساس أنها مغربية. مشينا معك على الأساس أنت تقول لبها مغربية صح. لا. سنقول أنا غربية على الأساس اللي بغيتيني. مع العكس ديانك. أنا تستير معها مغربية وأنا سنصير معها غربية. لا. أنا ننسو لك. أول شفتها. أنا كنت أدرك الآن تضيع لي الوقت. أنا أخبرني. لما أحصل من المنطقة ديانك. أنت منهIGN هي أرض مغربية. و شفتها حتى عت Veganك. دعني أني محطة. أردت مني. لا. راح المغرب مكان دولة. راح المغرب حتى الانتسعمية مستقل. انا سولتك انتا. واش تعتبر هاي مغربية? والله مغربية. انا قلت لك بجوج ما هي مغربية ما هي غربية. شكرا ناخد. وخانا نكلم لك الجوة. لا ما عندي ما نكمل معك. شو نكمل معك. نكمل معك. نبقى نلعبه. واش هي مغربية ولا غربية. تعتبرها مغربية. لا يمشي معك تقدم معك فالنقاش نبين لك بانها ليست مغربية. ايه تقول لي غربية? خلاص. عش نصد عروس نحن نضيعوا الوقت. لا وكانت دولة ما دولة. السؤال هو راح ماشي واش كانت دولة والله ما كانت دولة. راح العالم كامل ما كانت عنده الدولة حتى البعد الحرب العالمية الثانية. هذي خس كنت احطوها في بالكم. راح ما كان شي دولة واش انتم تعتقدوا واش ما زلتون انتم تعتقدوا ذلك الكلام اللي يكذبوا عليكم وقلكم عندكم 12 قرن من الحضارة. معناها عندكم 12 قرن من الدولة. شنه الدولة ما هي الدولة. بش يبشتو شوي. الانسان خاصو يمشي يدرسو يبحث. بش يقد يناقش. اما غلا يجي هكذا. يجي منورة الغنم ويبقى يناقش. والله يجي منورة البهائم ويبقى يناقش. والله يكون حارق ما مشه على مدرسة وبقى يناقش. خاص تناقش التاريخ وتعود دارس التاريخ. واره ما كانوا شفتوا الدكاتر الدكاتر اللي كانوا في الجامعات ما يقدوا يناقشوا هذا الموضوع بس كوا خايفين. خايفين. اما الانسان المدرسة ما قرى كتاب ما كذا. بغى يناقش بش يتناقش. بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمس سنوات. معكم السلام. مرحبا سهلا تفضل. احمد من المغرب. من احمد من بنقرير. من المغرب من المجدى. اه من المجدى. مرحبا سهلا تفضل. سمعتنا يا ابا ما بنقرير. تفضل اخي كريم. عندي سؤال من اسسها هاد الدولة الوهمية. ممكن لقى عندك السؤال شكل يسسها هاد الدولة هاد الجمهورية. اذا انت باغي تنزلو خلاص. باغي تنزل صح. لا نزلني. انا مو يمسؤل. اه ولا تنزلو صح. لا شوف شوف اول ده. شكل ياسسها الدولة. من اسسها زريب تكنتا. زريب تكنتا من اسسها. زريب تكنتا اللي يسمى المملكة المغربية اللي شريفة. شكل ياسسها. لأسسها واحد ان قالوا المعريشان اليوطي. تعرفها ولا ما تعرف? اه سوا اسسها واحد اسمون المعريشان اليوطي. لا لأنه ما كان شي راجل ياسس الدولة في المغرب وراهي ما شعله على المدرسة اللي اليوطية الى يومنا هذا هذيك الزريبة اللي انت تعتبره كبيرة مملكة المغربية الشريفة استيسها واحدين قالوا اليوطي خاصة ننقسوا لك الدولة احنا خاصة ننقسوا لك واحد الدولة من غير دولة اليوطي وهي اللي خد دعمين فيها باش ننقسوا لك باش تكونت فعلا عندك قيمة في المغرب باش انت ما تكونش جاهل ما تكونش الان خابط الكب دا والله كذا وراسك مقلوب دائخ وتعتبر راسك انت كبير قدو وهو دي كنتموا الوهمية وراه المشكلة هي المملكة المغربية الوهمية هذيك المملكة اللي انت تعتبر انت مملكة هي الوهمية هي اللي ما املكة حتى الراس والاساس ولا بغايت نبين لك هذا باش وهميا نبينها لك ما عندي حتى مشكلة فضل اخي كريم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اخي نعم اخي ما السؤال ما السؤال ومن معنا معك احمد احمد من اين من مدينة فاس من فاس يا سلام على فاس تفضل يا احمد فاس التاريخية نعم الفاس التاريخية نعم جوانات الحشيش لاجرام هي رقم واحد الان في الاجرام في المغرب نعم رحمه الله نحن في بلدنا هيا 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 بعد هذهك التاريخية هذهك التاريخية هذهك التاريخية هذهك التاريخية هذهك التاريخية مش يقول هالواحد ما يعرف المغرب من اخوانا المغرب اللي حافظه زنقاء بزنقاء انتي طالق انتي طالق خليتك فاس مسكين يا كما تعدى وعليك يا كما اغتاصبوك فاس اغتاصبوك فاس فاس كل شي الاجرام اللي مماس الزبيحة اللي بهاي باغي يجي يقول لي انا التاريخية وكأنني انا طايح من السماء انا راه فاس اللي بغت نحفظها لك اللي بغت حي حي بن سودا مون فلوري واحد مون فلوري اثنين لمدينة القديمة ايش بغيت باب فتوحها ايش بغيت ايش عندي انا هون تنعتلي انت فاس شن هي كان حاكمكم الله واحد كان سيكليس صور واحد كان سيكليس كان يعدل الماطر اصبح اصبح عمده بلدية فاس تقول لي اه التاريخ فاس التاريخ سيكليس كان يعدل روايض الاسم هو الباشكليطات والاسم هو اصبح عمده تقول لي انت التاريخ اخويا هذا كنش شي يحكيه لواحد ثاني ما يعرف الزريبة امان الزريبة راني يحافظها سمعتوا التاريخ؟ قالوا المملكة المغربية والوهمية وهما رأى مساكننا هم الوهمين ولكن خاص حد يفهمهم بأنهم رأى الوهمين مرحبون سالة تحياتنا لطاطا توق الريح وابون عيلات الله يرحمون طاري يا خيال لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من خلد نعم عبدالعالي من المغرب عبدالعالي من المغرب مؤدبين اليوم صفح الله أنتم أهل مراكش يعني عاصمة المغربية القديمة مؤدبين لا لا لحظة 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 شوف أنا رأي عدلت لك سؤال استفزازي إذا كنت مؤدب لا يتبقى مؤدب ما كنت مؤدب لا يتبين ذاك اللي قلت قال على أنكم التوليوا مؤدبين ولكن أنا فاهم لي منكم معي طبعا لي شاري العيد خطرية نحن مؤدبين نحن نكستسب هو من الأدب لأنه الإنسان لما يتكلم واحد من علامات أدب الآخر أنه يستمع إليه لما يكمل كلابه يجاوب وهذه من علامات الأدب إذا أنتم اليوم لي منكم معي سأقول لي معي اليوم أراه خطبوا الفاف دايخ يكون مؤدب أول ما معي يد مسكين أراه الله يحصل عنه تفضل عبد العديد نعم يعني مثلكم سأقول لك إلتزم الصمتة وإلا دعوت ربي لا 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 بأس ومقطف وخفرة وعلى ذهر كبر nav يعني أنتم في جمهورية لم يسمح لك هذا لا لا محمد ردي오لي لست وسفلة الكوميسارية في المغرب أبدا لا لا أنا أنا أتحدث ما أعكد بع 저� every感 محمد رضي الليلي ما يسمح لك بهذه شيء محمد رضي الليلي يعني حثالة رمت به الأيام يعصرك 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 لو كان حثالة لو كان حثالة قعم ما تعود انت قابض الصف عنده تنتظره يطلعك سيدك محمد رضي الليلي باش يطلعك باش يتكلم معاك باش يعطيك فرصة باش يعطيك قيمة لأن انت ما عندك قيمة ولا أدب ولا أصل ولا مفصل ما عندكش الجواب بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 ما عندكش الجواب ما عندك الجواب ولا عندك سيد سيد سيدك ولا تعصيلت 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 المغربي كامل في المغرب ما عنده الجواب جمهورية البوليزاريو ومشي يا ولديز عجاب وادديز وادديز حيام فقط مشي يا ولديز مشي خير فيك بدي لك الدهاب الدهاب الهايدورة مشي مشي صب عدل هالي اسم هو الملح والله شي شي صاب لك الهايدورة خير فيك بمانا هتقابل محمد رضي الليلي رأي يصطيك كيف ما صطى الزريبة كان محمد رضي الليلي ما عندك ما تدي من عنده يا ولدي اه هو حك شك عن الخيمة الخيمة السوبة احنا رأنا نقول فلان ولد خيمة كبيرة ولكن بني له تعفونتم الخيمة قوموا البراكة اوكي اذا سمعتوا الادب شفتوا الادب والاحترام اوكي اوكي اتفضل اخي كريم اذا في القهوة اذا في القهوة اذا في القهوة اه زوجتي اه ماليكة محمد السادس لا عيدت 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 أه سمعتني مصطافى زوجتي محمد السادس لعيدت الحمد لله عيدت الحمد لله بعد قاع لقيتهم لانه فوت شهرة ما نعرف لين كان هذهك زوجتي ماليكة محمد السادس ما عرفتا كانها في المغرب كان في القابون ،ها مشؤت لي على ابو ظعيطر كذا في التالي اليوم الحمد لله ظهرت لي في الرباط فى �itétatان انها تذبح الحمد لله جوجتي العزيزة ماليك محمد السادس كتشف نعنى انها الحمد الله موجودة واشفت يا وتعالى هنا تفضل أخي رشيد جيش صحراوي برحمة السهل رشيد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نرحب وسهلا وانت كذلك نساء انت كذلك نساء ان شاء الله كل عامو مبخير ان شاء الله لا عرفوا نفسك الله جزاك الله خيرا لا عرفنا بنفسك جزاك الله خيرا رشيد مجزا مجزاك الله خيرا لا ما تعرف نعرف يا راضيك يا أخو يا راضيك وقتك تستسلم تستسلم من هذا السؤال تستسلم من هذا السؤال يعني الحيالة بتاعكم جابة 50 ساعة 50 ساعة يعني لا نقدر نشاطرك الرأي ويعني ما قدر نحدعتك ويقول لك مجزاك الله خيرا يعني ولا واحد راح يزيده خطر الجوة ويقول لك على ذلك ويقول لك على ذلك تدر اسمح ا misin اصمح لك على تلك تاريخ الجزائر يعطي تاريخ الجزائر يبيعو enables Malaysia وقال الصوت عندك لأخ رشيد يعني الصوت عندك لأخ رشيد فيه مشكلة لا يعرف واشي مليزي كوتور بالك وخيلة مليزي كوتور يعني قربت شوية مليزي كوتور لأهلا بس المهم بزال ضعيف ولكن ما هو مشكلة فضل أخيك قلت لك يعني أي دولة يعني يكون عندها طالب ولا في أراضيها ولا في يكون عندها تاريخ يعني أنا نظن شعبها يكون يعرف في التاريخ تاحها يعني عندك آدي سنين وانت تسأل في هذا السؤال صراحة كل شخص حتى هما يعني أنا نظن باللي هذه المدة الأخيرة هذه اللي حتى باللي المغاربة أولا بيقعوا التاريخ باش ينفسوا جزيريين ويتحداهم في تاريخهم يعني عمرهم ما كانوا يقرRούوا التاريخ يعني هذه المدة سالس سنوات والأربع سنوات الأخيرة ولا يقرروا التاريخ يعني ما ليقرروا التاريخ نصدموا أنا نعرفهم مسألهم باللي العظيم رابي نصدموا صدموا أن نلقوا تاريخهم تاريخهم في غل خيانات يعني وجدارهم ولا ذخót يخير في سمات وصورة تاريخ البلدة الأخرى على رعصة الجزائر ولا ويخير في صورة تاريخ يعني كما ترى أنت وهي يقولوا وانت وقتاش كانت عندها ثورة وقتاش كانت عندها ثورة انت هذا العالم كله من احسن العلماء واللي عارفين تاريخ ومصادر في الكتب التاريخ يذكر ثورة الجزائر يعني يجي هذا يا لتاريخه كما كنت تقول بك اللي اسس الدولة الدولة التحهم والليوضي ما يقدرش يفتخر بيها لكننا نفتخر بالدولة تاي اللي اسس دولة تاي الدولة الحديثة هو الامير عبدالقادر يعني معروف عالميا وعنده نصب تذكاري في كل بلد العالم على رحصها الولايات المتحدة اليوم يعني حطينا الحليف الأول تحهم وهذا رأي يعني رأني متأكد منه انا قوي راضي يعني حبيت نقول يعني لا ركت سنة في الايجابة من عند المراركة باش يقولوا لك وكتاش كانوا هما عندهم احقية على الصحراء الغربية قبل 75 يعني نقول لك هذا مشروع لا لا حق لا سنة انا لا انتظر من الجواب انا عارف بانه ما عندهم الجواب ولكن فقط باش نبيله بانه رأي الصحراء الغربية ليست مغربية هذا هو الهدف والشعوب الاخرى حتى يتسمع كذلك هذه الاجوبة اللي من شعب كامل يعتقدها لان هذه قضيته الوطنية الأولى ولكن ما عنده فيها ولا جواب والله ==== تعالى depress Boy ف Park في الامم المتحدة وعلى بالهم بالقضية الصحراء الغربية قبل 75 و tfp75 وrode كامل القضايا المغربية أنا المهيب لا نطولش عليك وبركاته يا رضي ما زالك بالجزائر ولا رحت لا راني في فرنسا آه رحت بالجزائر ايه فرنسا اشتركت انتلاقع بك ان شاء الله تحاول ترجع ان شاء الله يا رضي بارك الله وفيك وشكرا يا رضي لعفو الله جزاك الله خير اذا لا جواب لا جواب وطبعا لماذا لا جواب لانه اصلا لا يوجد الجواب بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 اتفادر اخي كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الاخ محمد واش حوالك لا بس والله اللي بخير الحمدالله ما ان شاء الله آآ على رسم الله الاخ محمد من الجزائر فقط طبعا نسألك هذا السؤال بما يخص الصحراء الغربية نرحبه السؤال تفادر اخي كريم يا اخي كريم دايما تبقى لي هذا التساؤل من ناحية التاريخ او من ناحية الباينة كل شيء بين انه الصحراء الصحراء الغربية الدولة مستقلة كل شيء واضح ولكن كان نقضى دايما تحيير لماذا ما كانش داخل الاراضي المحتلة الصحراوية ما كانش مقاومة وما كانش نشاط داخل الاراضي الصحراوية لا لا كاين كاين وكاين المناضلات وكاين المناضلين اللي قم بالنشاط لكن ذاك النشاط اللي ربما انت بالنسبة لك قصوية القائلة ومستوى العنف مثالا ولا تنفيذ كذا الثورة الصحراوية لم تقوم أبدا بأعمال في تاريخها كاملة خمسين سنة ضد المدنيين دائما كانت تتخذ من الكفاح المسلح لمشروع ضد الجيش الملكي المغربي اللي هو حامل السلاح ضدها بالنسبة للمدنيين لا المدنيين لا هذه من مقويمات الثورة الصحراوية لكن كان عامل نضالي كان عندنا معتقلين سياسيين صحراويين لو تشوف يعني في فترة الحسن الثاني كان أكثر من أربع آلاف أربع أكثر من أربع آلاف سجين صحراوي بين رجل وبين امرأة كان منهم الذي رمي بالطائرات في البحر يعني انشيب دو حي ويلحوه في المحيط الأطلسي وكان اللي يدفنوه في مقابر جماعية وكان اللي يدعوه 16 سنة بدون محاكمة في السجون السرية اللي كانت في نواحي من الراكش وارززاة اللي ينقلها أكدز وتازمان مارتو خلعت مقولة والريش هذه مناطق من الجنوب الشرقية للمغرب كانت هناك الثورة ولازالت لكن بالمفهوم اللي عندك انت اللي ربما يكون مثلا دعوة للعنف والله فلن ضد المدنيين لا أبدا الله يجزاك الله وفلن في محمد مش عنف فقط أنه أنا نشوف أنه لو كانت تكون انتفاضة مثلا من الشعب الصحراوي بطرق سلمية منعط لك الانتفاضة في العيون منعطها لك شوف اكتب انتفاضة العيون المحتلة ولا هي تطلع لك في اليوتيوب يطلع لك حديث ولا حرج من الفيديو هذا ولكن هناك تعتيم الإعلامي ممكن أولا هذاك سياق آخر هذاك موضوع آخر تعتيم الإعلامي طبعا كين تعتيم الإعلامي وطبعا الاحتلال المغربي علىه هو يحاربنا هنا لأننا نتكلم معكم ونشرحو لكم ونفاهموكم ونفاهمون مغاربة لذلك له يحاربنا باش يبقى دائما الوضع متستر عليه في الصحراء الغرودية شكرا يا أخويا محمد شكرا وبرك برحمة الله جزاك الله خير إذا كيف قلت أنا لا أعتدي على العياشة ولكن لا أعتدي على النفسي بحال مثلا عبدالواحد هذا نقول له كيه وخلاص والسلام ما نكثر معه من فضلكم التكبيس ضعيف 74 ألف تكبيس مقارنة مع 732 شخص هذا تكبيس ضعيف ضعيف جدا رجاء حاولوا تكبسوا رجاء ما قلنا لكم لا ترسلوا اسبع ولا قيطار ولا طيارة فقط كبسوا رجاء جزاكم الله خير فضر أخي كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم كيف الحال الله أهلا بخير الحمد الله ما نساء الله أخي أبغيت نسولك أنت تسولك عرفنا بنفسك جزاك الله خير طارق من إسبانيا مغربي مرحبا وسهلا طارق بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 فضل ممكن أنا أعطيك سؤال أخي أخي محمد قبل من جاوب شكرا لا لا يا إما تجعوب سؤال 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 بصيد يعني ماشي شيوا يا إما تجعوب يا إما نزلك عندك كل الخيارات سؤال بصيد يعني نجتي كلمات شكرا 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 كما قلت وأكد على أنني ما عندي ما نعدل بسؤال العياشة أنا أريد جواب العياشة قلت لنا الصحراء الغربية مغربية وطونة باش مغربية قبل 75 سهل موضوع سهل جدا السؤال سهل والإنسان اللي ما عنده الجواب بلا ما يصدع راس ويطلعت فضل أخي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته واشر مبروك على جميع الأمة الإسلامية آمين إن شاء الله عرفنا بنفسك جزاك الله عزيز عزيز رأى مكتوب اسمي الكريم مكتوب لا 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 ما تقول لي مكتوب لا سكولة انت منقولها لكم دائما في الدنيا كاين الناس عندهم العينين وكاين الناس مساكين مكفوفين المكفوف ما يشوف المكفوف يسمع خاصوا يسمع فلان بن فلان أنا فلان بن فلان من مكان فلان بباش يقول لي فلان ان اروا اسمي مكتوب هذيك سمع تلف واحد لمسرحية مسرحية عادي الإيمان فضل الله يزيدك فضل يا اخي الكريم قلتك يا اخي محمد أنا والله لك يبقى فيه شوحدين من كتل عبدا ويلوموفك انت مشي الخاطرك أنا هاضرو في المنطق السبب ديالك قال لك من دخل في ما لا يعنيه سمع ماذا سمع ما لا يرضيه وانتو ما عندكم الفضول الفضوليين تخلي رأسك انت رانك غارق وانت رانك مشرد وانت رانك موجوع وانت رانك ما اوقعش واقع لك وتهتم بيانا محمد راضي اللي لي ما هم حتاج منك الشفقة ولا الرحمة محمد راضي اللي لي وجعكم قبضكم تعرفوا قبضكم اللي قبضكم ديك اللي قبضها لسيدكم وقبضها لمخابراتكم وقبضها لشعبكم وقبضها لصحاف الزبانتكم وكل شي عاد يتكلم على محمد راضي وكلها يتصور محمد راضي اللي لي كيف بغى ومن حقك تتصورني أنا كيف بغى كيف بغيت ولكن انا دايما نقول لك ادخل سوق راسك لا انت ولا غيرك تم دخل سوق راسك الاهتميت بسوق راسك يترتاح ما دخلت سوق راسك ما كلي ترتاح في النهاية بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة وسبعين لا جواب بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة وسبعين لا جواب تفضل اخي كريم كما قلت أنا لا اعتدي على العياشة ولكن من اعتدى على نفسه انتهى الله فيه فاقط يعني اي انسان يتعدى على راسه كيف مثلا هذا الشادي اعتدى على نفسه وهذه ناجات ولا كذا اعتدت على نفسها انا مرحب بها في اللايف ولكن اللي خرج عن السطر تهلا فيه عياشة ولا افتخر ما انا افتخري ولا لا تفتخري شنبيني انا معك تفتخري 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 لسيدك تفتخري لي انا كيف هذا ياسين مثلا ميلامو نفس القصة ما انا اعتدي عليك تفاضل اخي كريم شبريكم عيدك مبروك خويا وانت كذلك ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله معك حسني من الجزائر تيارة عاصمة رسطميين مرحب وسهلا والله تحية تحية ليك تحية ليك لكل الصحراويين اخويا وعيشة الصحراء واخويا انا رضي الليل احبت نقول لك بارك بارك بل انتهي انتهي يعني تشمع وان شاء الله يا ربي راح يذكرك التاريخ ان شاء الله يا ربي هذا 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 يعني هم حاولوا يغطوا واش رصاري في الصحراء المغربية يعني في الاعلام يعني يتمسوا كل حاجة وانتهي ان شاء الله باربي عني يتبعك في شعال اخويا محمد رضي الليل وهذا يعني لي الشارب الكبير اما اطلعت من انك اقول لك هذه الكلمات راح يذكرك التاريخ اخويا محمد رضي الليل وانتهي وانتهي الله يرحمه اخويا محمد رضي الليل اكيد اكيد الله وتحية لي اخويا محمد وتحية لي كل حر وانتهي حر وانتهي حر شريف ان شاء الله يرحمه جزاك الله وخير والله جزاك الله وخير شكرا جزيلا لخصني لأنه عندك مشكلة محمد اخويا مرحبا بك وسهلا والله جزاك الله وخير عندك لا مشكلة في الصوت شكرا محمد مشكلة في التغذية لا عفو الله جزاك الله وخير والله فحياتي لك لك مشكلة في الصوت اذا من فضلكم حاولوا تكبسوا حاولوا تكبسوا رجاءا برافو عليكم مرانكم كبسوا بعد التنبيه السابق اذا كما قلت مثلا هذا عاشق التحف نبروكي لماذا؟ لأنه لا يلتزم بالموضوع الموضوع ساهل وبسيط قلتونا بأن الصحراء الغربية مغربية قبل 75 اعطونا باش الزريني مرحبا السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اللي نعال طبون دي المكوكتي ودق حبا راجل قمط أنا راجل وعلامة رجولتي على أنني لا أسب علامة رجولتي لا أسب من علامة رجولتي أنني لا أكترث للحشرات حشرات لا أكترث لها لأنها تنبح فقط حشرات ما هي متربية التي حتى وإن وجدت في فرنسا فهي غير متربية فلا تحركوا شيئا في الراجل اللي قدامك اللي نقال له محمد راضي إذن لما تبغي تتكلم لي على الرجولة مش يحفظ شرف بنات بلدك اللي يبيعهم محمد السادس لإسبانيا يبيعهم ستة عشر ألف أربعة عشر ألف يبيعهم لإسبانيا تكلم لي هذه الساعة على الرجولة من يدافع لبنات بلدك وتردهم وترد محمد السادس على أنه يبيعهم لإسبانيا هذه الساعة مستعرف بي نقول لك برافو عليك على أنك إنسان رجل أما تجي إلي وراتي لفونك وتبقى يدبك جددك ايبتك خالتك نعتبرك تافه ونشفق عليك يعني نحتى النظرة اللي نشوفه فيها نشوفك بنظرة الشفقة نقول مسكين لا إله إلا الله الشلعة طال الله تربية الميجاري تربية البراريك تربية الباطرونات تربية الدعارة تربية بوسبر تربية عايش الشنة شلية تنتج لك عايش الشنة لا يتنتج لك هذه الأشكال والأنواع إذن الرجولة اللي يتكلم عنها خاص يكون راجل قبل ما يطلب الرجولة من الآخرين خاص يكون هو راجل كبسه رجاء معتزد فضل وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته تفضل أخي كاريب ما نسمعناك ما نسمعناك ما نسمعناك ما نسمعناك وقال عني نضحكهم ولكن هو ما نسأل أنه أنا ما يمكن نضحك الجمهور إلا بالعياشة يعني العياشة هم اللي نضحكوا به وإحنا موضوعنا هو الصحراء الغربية اللي هي قضية تصفية استعمار ما تروحها عند الأمم المتحدة ولكن يجونا لجهالة باش يضحكونا دي أنا ما عندهم أصلا جواب واش الصورة تختفي إلا كانت تختفي الرفيق محمد موليد دعت معنا هون والله لو اخت آية هي بأ بأثيرنا الجولة هل يعود كي نحاد في السطح نعم نعود رجعتها غار كي نحاد في السطح حاولين نحاولون عد رجعه لحد مرحبا سهلا مرحبا سهلا وعاكم السلام مرحبا سهلا صح عيدك حتى انت والله وانت كذلك والله مرحبا سهلا هاو العياش طح إذا نكبسوا كل ما يعني كل ما كبستوا خصص العياشة كل ما كبستوا نعطيكم شبغيتوا الجلد والله نعطيكم الراس نعطيكم الجلد والله نعطيكم الراس والله بوطة نعطيكم بوطة بوطة صغيرة ما تنساوا انه الليلة ان شاء الله سنعرض عليكم واحدة من الحلقات السابقة للتيكتوكيات الصحراء الغربية في القناة في اليوتيوب لمن لا يعرف قناة محمد راضي الليلي يكتب فقط بالعربية محمد راضي الليلي او يكتب بالفرنسية محمد راضي الليلي وينضم للقناة اللي توصل بإشعارات الفيديوهات الفيديو سيبث ان شاء الله في حدود العاشرة مساء اي بعد حوالي 4 ساعات و 23 دقيقة شكرا كريمو شكرا كان هناك اشخاص ربما نعم المرة يسمعوا بالقناة اذا نحاول طبعا نعدل توازن في الضيوف فضل حمزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتحداك ان تناقش المهداوي اتحداك يا وريول الدميها اتحداك تناقش المهداوي اسمحت اشنا ناقش ناقش مهداوي انا ناقش المهداوي المهداوي هو الهرب والله ما يفرس لا راه هرب هرب مهداوي يقول يجودي وكذا وانا مستعد من غدا ان شاء الله بعدها قالوا بن علي هرب بن علي هرب هرب بن علي هرب مهداوي هرب هرب السورة السوداء ايه بس سينيال بس سينيال هرب هرب مهداوي هرب قول قول لمهداوي يجينا هون ناقش معنا غير مهداوي قالوا له الكابرانات فالرباط لك الكابرانات لكي يدين فالرباط وعلى رأسهم الشيخة الشيخة محمد السادس قالوا له ما تمشي عند محمد راتي إذن لازلنا في بحث دائما عن الجواب السلام عليكم محمد مرحبا السلام عليكم محمد خير مبروح عيدك مبروح عيدك الشعب الصغراوي الشعب الجزائري وحرار المغرب الشخير لكل هؤلاء نبعث لهم تبريكاتنا لهم بعيد أطحى المباركة محمد السلام عليكم سزاك الله فقط يا محمد لما تنزل واحد تبقى الشاشة شوي كحلة يغير ترجع شاشة سوداء وحرار المتبطة لمسني معنا لأخي حمدي والله وخير الحمد يرى معنا هون والله إن شاء الله وتحياتي له هو محمد فقط الأخ محمد هذه الناس أنا لما أقول لك السلام عليكم وعليكم السلام معناها أنك تأمن من شري معناها أنك تأمن من شري هؤلاء الناس يقول لك واحد السلام عليكم يقوم يسب ويشتم أنا أظن على أن أنظن على أن أولا هؤلاء الناس باش نقش معهم وليس يقول لهم أولا من حصة في تربية وعاة التأهيد والله لحك هذه مادة مادة ما معها ما معها نقاش ما معها ما معها كلام بس شديد المهم نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ببيك وسألو الله جزاك للمناضلين والمناضلات والنصر قادم إن شاء الله وما داع حق وما رأيهم مطالب تحيات لك أكيد عم السلام والله مرحب وسألو الله جزاك شكرا جزيلا شكرا مرحب وسألو تحيات لك حساني مرحب وسألو مساء نور مساء نور زنين مرحب وسألو الله كيف حالك بس حمد الله وانت كيف حالك حمد الله حمد الله أستاذ أعيدكم مبارك كل عام وانتوا ما بخير وانت كذلك إن شاء الله وحبت نعطيكم ملاحظة صغيرة على المهداوي ألا بلكوا أستاذ وكان غير مدعاكش للنزال فسكة تتسمى تتسمى أنه أولا كنت أبرو حود المشكلة كبيرة للمخزن لماذا؟ لأنه لما تراجع معناها أنه ما عندوه ش الحجة وأثبت للمرة المليون بعد أنت الحصص ديالك لمدة سنوات أنه ما عندهم ش الجواب وهما عبدو داروا حساب وهم قالوا بليل وكان يهزموا سيرة لليلي راحت عليهم جاية في الأمم المتحدة وراح عليهم وقليب تنحق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نعاولوكم بليل قدروا عليه وربي يارف إن شاء الله تفرحوا هذا العب وتتهنوا منهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا والله ربي أحطاك إن شاء الله حتى أنت كذلك العب والله مرحبا جزاك الله خير هو المهداوي هو ما قضية الحجة والحجة أصلا ما يعنده لا يعنده هو لا يعند ذوك أصلا اللي وراه في المغرب لكن المهداوي ما عنده القرار قراره هو ما عنده هو تسرع لو تسرع لما وافق على المناظرة تسرع كان في حالة عصبية في الصبح طلعت عليه الشمس وتواصلوا معاه قالوا له ذوك الكابرانات اللي موجودين في الرباط كابرانات محمد السادس والشيخة محمد السادس قالوا له إياك وأنت وناظر فلان فلاند عادي يقول لهم أراه الجمهور قال لي والجمهور تواصل معايا والجمهور كتب لي قال لك إياك أنت تواصل معا فلان وأنت إياك قلت مستعد ومنغدى أنا قلت عنني بغي ناظرك وناظرتك ولكن قبضت الرخصة من عند الكابرانات حتى أنا ولكن كابراناتي أنا ما أهم كيف كابراناتك أنت كابراناتك أنت فيهم الشيخة حاكمتهم شيخة نوع هذه الإشكالية والشيخة رأي تبقى دائما الشيخة قال لك ما تكتنسى هزلكتف يسول عنها يا ولد تدخلوا شيء ما أصلا تدخلوا شيء ما ما عندكم بها علاقة هذه الإشكال المشكلة تدخلوا معارك أكبر منكم إنسان ما يدخل معاركة أكبر منه يدخل معاركة قد بها تفضل ولد المملكة سلام عليكم وعليكم السلام بشور عليك سلام عليكم بشور عليك ما أسمعك سلام عليكم سلام عليكم ما سأماني أصلا تدخلوا شيء ما هي الصحراء غربية لا يترحل لا يموت نص الشعب لا يموت لا يموت خارج المستشفيات والنص الثاني متفاضل أخي كري اللي هي غربية يوض القحبة اللي خليتي القحبة ديالي يمك خليسي القحبة مشردة في العيون يوض القحبة ومشي عند لومان متساعدة وطيب يوض القحبة هذا الأجوال اللي قد طرحه مين يوض القحبة مشي عند لومان متساعدة يوض القحبة وقل لومة الصحراء ماشي مغربية سير عند المتساعدة مين يوض القحبة يمك خليتي لشردة في العيون والنقش 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 سير عنده ممتحدة سير عنده ممتحدة كل من صلو مغرب فيه سير سيفر عند الامم المتحدة وكل ما يشو مغربية سيفر عند الامم المتحدة سيفر عند الامم المتحدة سيفرhyun تكرك مهبواию شكرا يا هبة شكرا يا ب Goncze ربي احفظك كما شاهدتم انا قتلكم كان east في السطح ولكن باش تعرفوا ثقافة الاحتلال اي كلام الزنقة هذو ما بنات رقلكم البنات اللي دائعات في الشوارع وعلى رأسهم الشيخة محمد السادس اللي ما وقاد احتحافظ على شرافو والنظام اللي كون بويوت الدعارة وطبع الشعب مع الدعارة مع الكلام الساقط ها هو ش أنتج لكم هذا راح فكر هذا راح فهذا الشي اللي سمعته الآن هو فكر النظام المخزاني النظام المخزاني مسكين ما أصلا مش كوك في أصل المخزاني مسكوك في أصله الأصل عنده ناقص وهذاك الأصل اللي مش كوك فيه أخ إبرا مرحبا سال أخ إبرا السلام عليكم محمد صحيح مرحبا ساله مرحبا ساله صح عيدك حتى انت لكن انت بغي نتحال مرحبا ساله رسل لي الجولة بس نتحال الله في سيدهم نتحال الله فيه مأماته جزاك الله خير جزاك الله خير الأخ إبرا شكرا كيف قلت اسمح لي كيف قلت على أنه هذا النظام هو نظام هذا محمد السادس يا أول أول خطوة قام بها هو إفراغ الشعب المغربي من الأخلاق بشكل ممنهج بشكل مدروس بشعب المغربي تحول إلى ماذا يتحول إلى إنسان بلا أخلاق والأمم كلها راه بالأخلاق ما كان شيء أمة ممكن أن تصعد بلا أخلاق إذن أمة الزريبة صنعت بدون أخلاق هذا محمد السادس جاب لهم الشواذ الجنسيين هم اللي يحكموه وجاب لهم أعزكم الله أبناء الزنا واللقطة وجاب لهم الوزراء اللقطة وجاب لهم المسؤولين اللقطة وجاب لهم المؤسسات اللي يحكموها اللقطة وحط لهم إعلام اللي يدعو للزنا والفاحشة والسوء لأخلاق وحبس صحفيين الأحرار لأن ذوك صحفيين الأحرار اللي ممكن ينموا لأخلاق الشعب هذوك حبسهم الآن محمد السادس مصرع لأنه يحبسهم كيف توفيق بو عشرين وكيف صحفيين كاملين البغاربة اللي محبوسين هم ناس متخلقين وقابض شوف خيخي وغيرها من الصحافة يمولها هذا الزندق محمد السادس هذا الزندق اللي تشوفوه ويمولها باش تسيء أخلاق الشعب المغربي باش تدمر أخلاق الشعب المغربي باش باش الإنسان المغربي يكون على هذه الشاكلة يطلع عندك هون يبقى ما قاع عارف الشي يقول قاع الكلام اللي ما عنده لا راس ولا أساس وشك عنه لا يأثر في محمد رإلي لي وله يوقف الله يفاد هذا الزندق محمد السادس الذية هو خطر على مغاربة وخطر على كل مغربي كل مغربي حر نتكلم عن مغرب الأحرار من الحياوانات ولا نتكلم عنه لكن المغرب الأحرار كل لحد خطر عليه هذا الزندق محمد الساجس هذا الزندق اللي يمثل هذا الشخص اللي كان معانا قبل قليل لا لا ابوه أمين مثلا هذه أم أمين ممكن تكون زندقة لأنها تدافع للزندق محمد الساجس الزندقة والزندق لها يدافع عن محمد الساجس الشريف والشريفة يدافع عن الأحرار أما الزندقة اللي ما عندها مشكلة على أنها يسبب الحرات وينقال فيهم الكلام الساقط والله ينسبوا الأمهات بالكلام الساقط والله تسمع هي مع ولادها هذا الكلام الساقط معناها لأنها هي زنديقة ابن عائلة زنديقة ابن عائلة من اللقاطاء اللي ما عندهم لا أصل ولا شرف واللي كيف سمعتوا ما عندهم إلا التهديد ونشدك في فرنسا ونفعل لك في فرنسا لو كنت أنت راجل ونظامك هذا اللي وراك راجل يجي لمحمد رادي اللي مباشرة ليش ورا تليفون ليش نطلع السطح جيب حسابك وبين وجهك وقل أنا فلان بن فلان نفعل لك تتخزني أنا تطلع لي للسطح شيك علينا يخاف منه وأنا رايما نخاف من الزنديق محمد الساديس وما نخاف من الزنادق اللي يحكموا المغرب بس كنا عرفهم كثار منك أنت هذوق الزنادق اللي حاكمين المغرب وعلى رأسهم الزنديق محمد الساديس والديوث محمد الساديس والشفار محمد الساديس وعاديم الشرف محمد الساديس وما أنا قاعد نقول لك لأنني لقت لك المصطلحات الثانية كاملة رانك ليت تبقى تبكي إذن أنا ما يخوفني الزنديق ولا أنت ولا غيرك تعرف على لأنني عارف شنقول وعارف علاش ندافع وعندي قضية نقالها قضية الشعب الصحراوي اللي هي قضية عادلة إحنا ما أنا بناء اللقاطة لا لا إحنا ما أنا كيفكم أنتم إحنا ما أنا كنت تقول لك لأبنك الساقة اللي تقولوا إنتي هذاك مارف أنت تسموه عند بوك يقولوا لأمك وامك تقولوا لبوك واخوك يقولوا لاختك هذاك البيئة اللي عشت فيها أنت أمو إحنا ما عشنا في هيك البيئة إحنا عشنا في بيئة تدافع عن الحق مستعدة تستشهد مستعدة ضحي مستعدة تكون في اللجوء ولكن ما عندها سوء الأخلاق إحنا ما عندنا ذك كيف ما قالت عيش أبناء السفاح وأبناء الحارة ما يلتقوا في الأبوبين هذاك شي شفناه نار لي شفناكم النهار اللي جيتونا جبتوا معاك ماذاك إذن عندي حتى مشكلة سؤالي واضح بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 ما عندك الجواب ولا عند غيرك شكرا لأخي برا شكرا أخ محمد واصلنا معك واصل والله جزاك الله خير والله جزاك الله خير مرحبا وصلا والله شكرا مرحبا وصلا إذن بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 ولا جواب مبروك العيد شكرا والله مرحبا بك وصلا وخيرت المسعود يوسف مرحبا وصلا تفضل مرحمة الله شكرا لباس بخير والله اللي بخير الحمد الله مبارك خويا وانت كذلك وانت كذلك والله يا راضي شوف كي نعقب نلقاك يعني حالي شوف ما عندك صاحب قضية يعني واصحفي كبير والله إذا ندخل باش نضحك ندخل هم اللي يضحكونا يضحكونا والله اللي يضحكونا كيف شفت يعني دع خلي عرفنا بنفسك والله جزاك الله خليص مروان من الجزائر مرحبا وصلا مرحبا وصلا مرحبا وصلا تفضل شوف نستغذت نستغذت الفرصة أنا كنت سيسمك الطالب القيست ومبعد جاني إشعار من يوتيوب يعني لو خرج دوزيان بارتي تحقيق ليدر ودومير على نسب نسبة على أهل العائلة الهلكية مزعوب وفي نفس الوقت بغي نسألك سؤال يعني كنت سبعت أنه الإقليم الصحراء يعني المسؤول عنه حاليا هي إسبانيا وش يعني قانونيا أو إداريا مفهمت شنائك زاكتو ما وش حبي يقولوا بها لأن القوة المستعمرة اللي كانت في الصحراء الغربية قابل وصول الاحتلال المغربي والغزو الموريتاني كانت هي إسبانيا إذن عندها واحدة المسؤولية قانونية على الإقليم لأنه كانت مبدئيا خاصة تسلم الإقليم للأمم المتحدة باش نظام فيه الاستفتاء قامت هي عدلت اتفاقية مدريد الثلاثية اللي سلمت به الإدارة الترابية يعني الإدارة يعني فقط لا جوفيرنونس ما أعطاتهم لأسوفغانتي أعطات لأجوفيرنونس للمغرب وموريتانيا يعني قسمت منهم الصحراء الغربية قاتلهم هاكوا سيروها لمدة ستة أشهر وبعدها خاصة تنظم استفتاء لتقارير المصير قاد ذاك الوقت مشات ستة شهر إلى أن أصبحت اليوم مجال الجوي للصحراء الغربية تركت طائرة مثلا طائرة مغربية مشات من دار بيضاء في رحلتها ساعة لتطير لابد لها أنها تنسق مع برج أبراج المراقبة المغربية إلى أن تصل أجواء الصحراء الغربية وأن ذاكها ضروري تنسق مع برج المراقبة اللي كان في جزر الكناري اللي هو برج مراقبة إسبان بالتالي أنه ما كان السيادة أصلاً للمغرب على الصحراء الغربية إضافة أنه البحار كذلك السواحل الصحراوية اللي هي تقريباً حوالي ألف ومئتين كيلومتر هذه السواحل من يوم ثلاثة وعشرين في شهر سبعة الفين وثلاثة وعشرين أي العام الماضي ما يمكن للسفن الأوروبية تصيد في هذه السواحل لأن حكم محكمة الأوروبية يقول على أنها ما عندها الحق على أنها تستغل هذه الأراضي باتفاق مع المغرب لأن المغرب ما عنده استيادة على هذه الأرض بارك الله فيك مرحباً بيكو سلام العفو مرحباً سلام وأنت كذلك وعاكم السلام بارك الله سلام بارك الله سلام بارك الله سلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تفضل تفضل عيدك مبارك علينا وعليك يا غار ما شبيك معيّد اليوم الناس عيدت البارح في اسبانيا ولا مزان مأثر عليك العيد من البارح تفضل حق حق من دائق تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً الأخ الراضي مرحباً سهلاً ممكن أتدخل ولكن أمين من المغرب مرحباً سهلاً تفضل أخي الكريم نطلب منك طلب واحد في ماذا أنت كنت طرف من طرف من الشعب المغربي في يوماً من الأيام لماذا كنت من طرفاً من الشعب المغربي أنت باش قاباً اشتعرف رأسك غبي اشتعرف رأسك غبي انتما طرف منكم تطردوه اللي عاد طرف منكم تطردوه واش محشين واش واكلين شيف الرفيسة واش هو اللي عاد طرف منكم ما تطردوه يكتردوه يكتردوه من التليفزيو وقتعتوه راتيب وكتبتوه عنه وبيعوه ما خبغيت تبيعوه لدارو وطرف منكم السحراوي ليس طرفاً من المغرب هذه يحطوها في بالكم السحراوي أنتم أنتم تعترفون بأن الإنسان السحراوي ليس مغربي وليست بقوا وتبكوا على ورعد يسر وأنت طرفون من المغرب مش أنا أخوة مني طرف من المغرب مني أنا طرف من المغرب ولست طرفا من المغرب ولا يشرفوني أن أكون طرفا من المغرب وليس هناك صحراوي واحد طرف من المغرب ولكنت تعتبر أنتم الصحراويين أصلا طرفا منكم ما كنتوا أصلا تغيروا عليهم 75 وما كان كذلك أعلنكم شروط طائرات الدرون لقاتله من اليوم كان حد يقتل أولاده بطائرات الدرون إلا أنتم لغا أنتم عندكم سيجوفريني يا إما تقلعوا مصالحكم إلا ما بغيتوا تقلعوا مصالحكم إلا ما استطعتوا تنزعوا مصالحكم تبقوا تقلبوها البكي إذن ما هو الجواب على أن الصحراء الغربية المغربية قبل خمسة وسبعين الجواب معدوم أيوب فضل براحيم سالم شكرا الله محمد السادس لعنة الله عليك فهذا اليوم ولعنة الله على أمك التي أنجبتك ولعنة الله على أبيك الحسدثان الذي أنجبك ولعنة الله على الحليب الذي رضعت مثل أمك ولعنة الله على السلالة التي تنتمي إليها ولعنة الله على التاصيل والفاصيل التي تنتمي إليها ولعنة الله على مجيئك إلى هذا المغرب فدوقت المغاربة وجعلتهم على شكل الحمير والبغال لا يميزون بين الدفاع عن قضية وبين السب والشتم لعنة الله على من بيع باع شرفه لعنة الله عليك يا أبو حنوك محمد السادس الذي بعت شرفك وشرف المغربيات بعت بنات المغربيات للخليجيين وبعتهم لإسبانيا ولازلت تبيع المغاربة وتبيع أرضهم وتبيع ثرواتهم وتبيع فرشتهم المائية للصهاين عليك لعنة الله والله يجعل لك إن شاء الله مقابا فسيحا في جهنم مع المجرمين ومع اللصوص والله محشر معك كل من يحبك وخاصة من العياشة الذين يسبوننا بدون سبب عليك لعنة الله يا محمد السادس وعلى نظامك اللعنة إلى يوم الدين آمين يا رب العالم كما قلت أنا لا أعتدي عليكم ولا أعتدي على سيدكم ولكن كل اعتداء منكم يعرض سيدكم للسبب والشب والسبب ملي بشيء ذاك هو موجود إذن عندكم الخيار نور الدين مرحبا سيدكم وأمسي معك البارودي والقارودي الصافيو عندك البارودي خلاص خفتا الله ينخاف لعنة الله على الحاجة البارودي السحارة هذك اختكمت السحارة فاطمة البارودي الحاجة ذاك سحارة حيحيرة اللي خلت زوجها محمد الداودي بحال الضبع مدفمها الداودي مسكن بالمناسبة الداودي هو مدير العنشطة الملكية لمحمد السادس ولكن حولته الحاجة البارودي إلى أضبع متنقل حتى أن والده كان يأتيه من تيففلت والده كان يشتغل حارس لمدرسة في تيففلت وكان حينما يزوره كان يستيقظ لصلاة الفجر وحينما كان يستيقظ لصلاة الفجر كانت الحاجة البارودي التي تدعي الإيمان كانت تصرخ في وجه زوجها وتقول له لماذا والدك يوقظنا لصلاة الفجر اسمعت خالد اسمع خالد هذه مديرة الأخبار سابقا أنا كما قلت لكم أنا لا أريد الفرج عن النص ولكن كل محاولة فإنني أردها بالساعة صعب ولكن أرد بالمعلومات ولا أرد بالتفاعد إذن الحاجة البارودي التي كانت مديرة للأخبار كانت سحارة بابتياز يعني ما خلت سحارة ولا عرافة حتى ضد محمد راد الليل اللي تربح المعركة ولكنها لم تربح شيئا لأنه لا يفلح السحر من حيث أتى هذه الحاجة البارودي يعني كان سحرها يأتي بعد شيء زورها مسكين من تيفلت وكانت تطرده بسبب أنه يوقظها لصلاة الفجر بعد ذلك الحاجة البارودي قضت ست سنوات ونصف في منزلها تصاب البغير والمسمى وتشرف على تربية أطفالها تربية طبعا الحي المحمدي وكعارفين وفي التالي عينت مديرة للأخبار بعد ست سنوات ونصف كانت تتقاضى راتب وتتقاضى التعويضات ولا تلتحق بالعمل ولم تتخذ الإدارة في حقها أي إجراء مدة ست سنوات ونصف ولكنها عينت مديرة للأخبار بعد ذلك طبعا هذه الزريبة لماذا؟ لأن زوجها هو مدير الأنشطة الملكية مع صاحب الدجاجة والذي يعلقها للأنشطة الملكية بعد ذلك في مكتبها وسط التلفزيون وهي مديرة للأخبار في الزريبة كانت في كل يوم جمعة تستقبل شخص يأتي من قناة محمد السادس للقرآن الكريم كان يأتي بكيس فيه مجموعة من أدوات السحر والتفوسخة كانت ضروري تفوسخ المكتب مديرة الأخبار في القناة اللولة كانت كل أسبوع يوم الجمعة ضروري قبل صلاة الجمعة تقوم بوضع مجموعة من التباخير وكذا في مكتبها بالطابق الأول بدار نبريهي وهذا على علم المخابرات المغربية على علم به وكل شيء على علم به طبعا ولكن هذه الزريبة الزريبة السحر وزريبة الشعوة وزريبة كذا إذن هؤلاء هذه الأشكال والأنواع هي اللي جاية تتكلم مع محمد راضي الليلي يا عنا والله نحشم مكانكم أنا بعد نحشم مكانكم حقيقة ولكنتم ما تحشموا أصلا كيف لأبناء الزنا واللقطاء أن يحشموا أبدا حاشا يحشموا لدى الناس ومن اللي يحشموا إذن خلي فضائحكم يعرفوها يعرفوها الجزائرين وعرفوها الموريتانيين ويعرفوها اللي في تونس يعرفها العالم كامل على أنك هو بزريبة ما عندها لا رص ولا ساس تفضل أخي كريم أو أختي الكريمة أنا معاك خاليد البارود معاك قليع بيك معاك البارود طبعا كيف شفتو حساب آخر باسم صاحب الدجاجة وأنا باش نبيلكم بأنه المخزن ما عنده حتى مسكين رو فاشل راهوا الآن يعني معايشها لا عصابه لأنه زعشتوا هذه اللايفات فإنهم يعدلوا لهم حسابات مختلفة لأنه غير طبيعي لأنه يجيك شخص بحسابين أو ثلاثة هل في نظركم منطقي أبدا إلا إذا كان من المخابرات المغربية وأنا قلتها لكم راه المخابرات المغربية راهي الآن تتقطع تتقطع وهي ترى هذا اللايف تتقطع ولكن شا نعدلكم أنتما حقارين ثم تحقروا الشعب الصحراوي وتحقروا الإنسان الصحراوي الصحراوي الإنسان ما ينحقر والشعب الصحراوي ما ينحقر الشعب الصحراوي دائما يحاربكم بحجة والدني شا كيف قمتم شا تهدين هون تعال لي هون قالك مغربونا فخرون مغربونا فخرون مغربونا سحرون مغربونا ضعارتون قالك مغربونا فخرون تفضل أخي كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام علينا وعليك علينا وعليك إن شاء الله بخصوص المناظرة مع المهداوي كريم كريم فهمين كريم فهمين ديس الداخل مرحبا سالة تفضل بارك الله وفك بخصوص المناظرة مع المهداوي يعني أنا حضرت اللايف السابق كنت قد تصل به هاتفين مش ما كنتش إجابة من المهداوي لا جابت رعيها نسمعها لك هو قال على أنه باغي يعد المناظرة ومن بعدها تراجع هنسمعك أنا أنا كنت معك في لايف كنت قد تصل به هاتفين وما كنتش يجاوب أولا ما زال ما جاوبني لا حدو الآن ما جاوبني ولكن قال على أنه ما يمكن ما يمكن يكون معنا في المناظرة لأنه خايف خايف ممكن تقترح موعد إن شاء الله موعد قريب لك ما بغيت نتصل به الآن وأنا شفتك أنا أحضرت لك هتصل به ما كي جوش أو ما فيها بس نتصل به مرة أخرى كيف قلت ما فيها بس ما فيها بس أحضرت لك طبعا ما اشترك لمناسبات ما كي جوش إحنا لينتصل به حالا إنت ليتم معنا بس نتصل به مباشرة تعشت إحنا لنقول لهم مبارك العيد نقول لهم مبارك عيدك آه آه أتمنى تكون شيء مناظرة في وقت قارب إن شاء الله وتابعو هو مسألة تانية آسي محمد مسألة تانية لا حالا حان نكمل وبعد تخالي لا ربا ما يجاوبنا شفت المهم رأب يدون جواب آه تفضل تفضل خير مسألة تانية آسي محمد هي أنك في خطاب ديك في السابق يعني أنت كنت تحدث في لايفات ما كانش ما كانش واحد سب ما كان لا قدف وخير طلع واحد مغريبي لا 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 شوف لا لا شوف أنا شوف أنا ما نسب ما نقذف لكن محمد السادس مسؤول عن كل تطاول على والدتي كل تطاول على عائلتي كل تطاول علية مسؤول على كل العملية تشهير ضدي وبالتالي أي شخص يتبنى فكر تشهير ضدي أنا نعاقب ذلك المسؤول لأنه بالنسبة لي محمد السادس هو المسؤول على المغرب مش أنت ولكن فيما قبل ما قبل الأخ محمد كان خطاب ديلك يعني أكثر سموان وروقيا لا 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 دائما أنا شوف أنا خطابي دائما لكن لا تسألني عن ردة الفعل الفعل ردة الفعل ما تسورني عنه ردة الفعل إن قالها ردت فعل لكن الفعل لا لا اسمحلي شوف أنا الفعل مسؤول عنه تعال قولي الفعل قولي الفعل لكن ردة الفعل لا اسمحلي شوف أنا محمد السادس أنت ما أنا كنت ما تدفعه أنت دفاع محمد السادس لا لا أنا كنت أنا كنت أدرك على الله يفعل ديك السابقة ما كشف واسمت أدفاع محمد السادس شوف كل واحد شوف يتقل أنا غير السب لأن أخلي الصورة ديك لا 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 أسب أنا أسب إذا سببت محمد السادس إذا سببته لا أسبوه لا بالكلام ساقط ولا بالكلام فاحش لكن أقول حينما أقول محمد السادس ديوث ديوث هذا ليس سبب لما أقول أن محمد السادس فاسق هذا ما ينقل له سب أنا حينما أقول بأن محمد السادس باع شرف المغربية هذا ليس سبب لما أقول أن محمد السادس لس هذا ليس سبب هذا وصف ينقل وصف لكن حينما أقول ولد الفاعلة ولد التاركة هذه الساعة ممكن تلاحظة لي شكرا لأخ فاهمي على مداخلتك شكرا لك شكرا لك شكرا لك عوض تصم مهداوي تتصل معداوي شبكا شرط الإنسان كم عمرك أنا عندي 56 سنة 56 سنة إذا وعدت ايه اوفيت ايه من وعده ايه 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 انا وعدت انا وعدت انا قلت بانني اريد معه مناظرة قامه وعد الفيديو قال انا مع المناظرة بعد هالنهار الثاني بدل رأيه شما معنى على انه الانسان ما عنده كلمة لا وقالك شرط انه ما تسبش مؤسسات لا 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 يا اخي فهمي 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 شوف حميد المهداوي لعلمك حميد المهداوي لا يتحكم في نفسه حميد المهداوي خدام عنده أجهزة معين والأجهزة هي التي قالت له بأنه لا يقوم بالمناظرة مع محمد راضي لما يكون حميد المهداوي عنده نفس الاستقلال يلي عندي أنا نتاخذ القرار اللي بغيت ونعدل اللي بغيت هذي كساعة يجي يتكلمنا على الصحراء الغربية ولا يجي يتكلمنا على الصحافة ولا يتكلمنا على التفاهة لأن الإنسان اللي ما عنده أصلا لا حتى استقلالته ما هي عنده ما يتم يتكلم عن الناس ويصفهم بالتفاهة شكرا لك الأخ فهمي شكرا زاك الأخير واحد ما عنده قرار راسوي يتكلم لك يقول لك أنه سابق ما تقول بأنك مستعد للمناظرة تشاور مع تشاور مع أصحابك وعليكم السلام ورحمة الله خذر أخي محالك بس عليك والله بخير الحمد لله ماس الله وين مناظرة مع المهداوي حميد المهداوي واش نحن لايفنا على المهداوي مهداوي رأتكلم لما مهداوي رأوا ما هرب مهداوي عدل بحال زين العابدين هرب هرب ركب الطائرة مهداوي خلاص لا تتكلمون تواصلون مع المهداوي يقولوا يقبل المناظرة أما المهداوي رأوا خاف وهرب شو مقاون نكروا نفس القصة بزايري مرحبا بزايري مهداوي هرب هرب مهداوي رأكشفتنا تاصلنا به ما يجاو أولا شو نعادل المهداوي مش نجيبوه مش نجيبوه من داره تفضل أخي جمال مك جمال وباقه وضي الله أحرق فين بيك وبيذك لمأسك سمعت الله أحرق فين بيك وبي ذاك اللي يلعد عندك بي بس كما نظن علينا عندكم بي أصلا عندكم نما هات انتم تبا أمسمي رسكم البارود يبا إلا جاينا نشوفوا نشوفوا أصلي كمرا اللي نعرفوا بأنه ما عندكم أصلا أصلا بماذا يصحراء الغربية ثم أغربية قبل 75 شي ولد ماليك شي ولد سعيد شي ولد خديج شي ولد رشيد شي خديج أشي ولد فضل أخي كريم السلام عليكم سمي محمد وعليكم السلام ورحمة الله المال من الجزائر تحييك سمي محمد تحيي طيبة عطيرة ونهني أكا بمناسبة العيد الله رحى مبارك لك ولكل الشعب الصحراوي البطل الثائر المناظم سمي محمد لك سببتنا مشكل في الإمبراطورية الحشيش يوم جرد يطلع الله يفتعك تنوض حال الطوارئ والسؤال تحكسي محمد سبب لهم كل الأمراض المزمنة ربي ليه كسيم محمد خفف على هذه الإمبراطورية منطورش عليه تحيات إليه وتحيات كل شعب الصحراوي شكرا جزاك الله وخير والله العكب الله جزاك الله وخير والله جزاك الله وخير المهداوي هرب العياشة هربو ومزال يقول لك محمد أمين تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله المهم أنا أنت مغربي عرفنا بنفسك جزاك الله سبيتي محمد آمين مغربي مغربي معروسة معروسة بغيت عندي عندي لك عندي لك واحد سئلة بغيت نصوك غدال شاء الله اغدال شاء الله في نفس التوقيت مرحبا بكم سلام اغدال مع التوقيت والله قاعد لا بغيت تتعدل القضية كان قضية مهمة أحسن أحسن من أنك ترجع اغدال ننتظر لن يعود هناك ناكر ومنكر نحطني في القبر باش يطرح لي السؤال ناكر ومنكر وتعال أنت ادخل معاه حتى أنت تم ترحل لماذا كنت في التلفزيون لماذا كنت تفعل في التلفزيون لماذا كنت في التلفزيون وهذاك سعر نتكلم معناكر ومنكر وجاوبك أنت لماذا كنت في التلفزيون جيد قد ها تفضل 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 عبي خمسة سبعين فضل يحمقوني أنا مغاربة حمقوني هما قاع حمق قد تشبرت شي حد أحمق يحمق الناس ثاني العاقلة العاقلين ما يحمقوا أصلا بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة سبي تفضل الاخت الكريمة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأخي الكريم تفضل فضل أخي كريم عرفنا عرفك ربيع من فرنسا مرحبا سارة فضل اشح اشتغل كنت يشوف الليفات ديالك ما ما والله ما كنفهم ش أنا ما كنفهم ش يعني اللول اسمح لي أعرف قد يتقطع لأقش مني كي تشوف الإنسان كيهدر معا كل كده كتقطع على ابنادم والتصرف هذا بعدها تعرف علينا قطع على ابنادم البنادم اللي ما هو متربي البنادم اللي ما هو جاي يعطينا هنا الجواب ما عندي ما نعدل به أنا والله ما جيت عندك سبحان الله انتم تجو عندي أنا في لايف و تبغو أنا عارف حدودي أنا لايف الناس لايف الناس شويتهم ندخل أنا عندهم تحكم لهم أنا في الليف ما عندي الجواب ما نطلع عند الناس بكل بساطة لاس نطلع أنا عند الناس تحكم لهم أنا في لايف هم و انا خدام عند جدك النارة ما خدام لها عند جدك ولا عند بو هذا خص تحطها في بالك نرى لمن يخدام عندك نقول خدام عندك تحكم في أنت تجيع عندي أنا يتحكم لي في الليف وتقول لي شخص لي نقول وشخص لي ما نقول يا سبحان الله واش انت باع عندكم العبودية في الدم هذا كرا ينقال العبودية تعلموا تعدوا حر أحرار أنا عشرين ألف واحد لايف عندك الواحد يتكلم بغي يقول الصحراء مغربية لا بغي تغتشف نقول له لا رأي الصحراء مغربية ما هي مغربية شبغيته خلي يقول الصحراء مغربية والله يقول الصحراء موزنبيقية شبغيته ولكن جي أنا عند لايف واحد طرح سؤال وانا بقى ندور وانا من هون ندور من هون نتحكم فيه ما عندك ما تحكم فيه ولدي الصحراوي لا يتم التحكم فيه ولو تستعمل معه 20 ألف آلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الراضي الليلي صحراء مغربية بس صحراء مغربية بالقلاوة غايش لك الصحراء المغربية في هذي الصحراء المغربية هذا أنا نقول لك لمن تعطيه هذا هذا يعطيه لهذا راه أصلا هذا يبغي هذا هذا اللي نقول لك هذا يبغي هذا الشيء هذا تم نعتول سيدك محمد السادس من أنت بغي مثلا بغي سيدك يرضع ليك عدل له هذه الحركات بريطانيا ويعطيك ويسام والله ستعطيك ويسام والله نضمنها لك أنا من هون وله يقول محمد الداوتي في النشاط الملكي والآن يتقدب الناشط والمناظر الكبير الذي كان يقوم بحركات تعجب سيدنا محمد السادس من بريطانيا كان هذا اسمك عبدالحق نعم عبدالحق كان عبدالحق من بريطانيا يقوم بحركات تعجب نشره الله وقعر تفضل يا عبدالحق ويجيك محمد السادس يقول لك فرافو عليك وانتي فرافو عليك راك نشوفك عند هذا ريضان لليل الخائن وشبتك وعد بعدة الحركات وعجبوني هذه الحركات ولذلك تقصت بالمخابرات عندي شاب طنطين في بريطانيا وقلت لجيب لهذا عبدالحق نعطيه الويسام وراك هذي الزريبة هذا هو الزريبة الزريبتكم هي هذه شتعطي تعطيني الشيخات وتعطيني الديوثيين وتعطيني عديمي الشرف وتعطيني بلقطين كيف كنت اراه من الصبح طلعني 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 انا بعد والله نقول لك من احسن على انك هذه الحركات عدل منها فيديو دير صورتي انا عندي مشكل دير صورتي انا بشعطك محمد السادس لويسام وتم عدلوا هيك الحركات والله حتى يعيط لك والله حتى يعيط لك يعيط لك من الليلة يا غرفات والأوسيمة يعيط لك من هون ان شاء الله عيد العرش الجماعة عيد العرش ان شاء الله سلام عليكم وعليكم سلام قصنطين وانت كذلك ان شاء الله الله مننا ومنكم وانت كذلك ان شاء الله والله يتعلمك والله اللي بيخيال الحمد لله انت لباس والله لباسها يا محمد الحمد لله داوي مقدر مقبلش المونا نراه مداوي قالوا له الكابرانات في الرباط غصي يطلع محمد لله مش ترزق انت مش ترزق عندك أفكار هو يتحاول مع أفكار المش ترزق عناش عناش خايفين النخبة ديال طناشن قرن ما عدم نخبة ديال طناشن قرن ما عندمش نخبة خايفين ما عندم اخويا محمد ما عندم الجواب محمد يعني على الدلم في الرعب اخويا محمد رعب كبير مارك كبير ايه والطيقة في الوطيقة ثاني السنايبي سنايبي فتيحة فتيحة جبنالو جبنالو على ملك محمد من كتب الطاريخ ديالهم كيف كانوا يديرون السعديين شيئا ديالهم السعديين وجبنالهم فيديو تعجيل بيرو كيف كانوا يديرون شفتكم 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 ما شاء الله ايه بها نعتولهم الأخلاق طاع السلاطين ديال طلاش من الأخلاق رأيت بارك الخلاق ما شفت الأخلاق أخلاقهم رائعون شفت مربيين وما من سولة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله ويفتخر بهم يوم القيام يا محمد لنت جدد الجواب لسؤالك أنا كجزائري وطلعت على القضية كثيرا لم أجد واحد بالمليون من كلامهم يعني الدلائل تحم كلها غير موجودة وكل الدلائل اللي عندهم في الخزائن تحم تقولوا أن الصعراء ليست غربية آه ليست مغربية غربية يعني الشعب وابتداء من السلطان العلوي تحم مولاهم محمد الثالث في رسالة 28 ماي 1767 يؤكد ما نقوله ومؤرخ القصر الناصري كذلك يقول حدكم جبل درن من الجنوب أنتم ما تعرفوا جبل درن هذا يقع في سوس منطقة سوس هذك هي الحدود بتاعكم الجنوبية واضح والله إلى خير صند والله جزاكرا مرحبا 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 كنت لقى مع هذا بعثنا أخو محمد نشوف ونصر ونصر أقسم بالله الناصر ونطرع لك أخو مرحبا مرحبا بيك مرحبا مرحبا مغربية صحراء لا يمكن المهداوي يقبض وقت شوي باش يمشي بحفر الأدلة ما لك فطيحة فطيحة الطيقة في الواطيقة هيا تعطي فطيحة وأبر نص يمجيج معقول لك شي كامل يجيب أبر نص حتى تعطي لطوريزاسي كيف اسمها الدكتور اللي نعرف 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 الله سمعت مرحبا بيك سلام والله عفو الله شكرا والله مرحب إذن ذكركم على أنه الليلة ستشاهدون حلقة من حلقات تيك توكية صحراء الغربية والعياشة اللي ستكون إن شاء الله في حدود العشرة ليلة أي بعد حوالي ثلاث ساعة ونصف من الآن إن شاء الله مرحبا السلام الكبير وخير يا وعاكم السلام وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عينا وليك ولكل مسلمين عددت كذا وإن السلام حين ما في علم الله آمين الله تعطينا إن شاء الله بس إن شاء الله مرحبا إذا كان اللي ندخل ولين طلبك منتقائع نرحب السلام خلق الفيديو وطلعت أنت كتمت والله كان بينك نقاش مع واحد يقال عنه صحافي مغربي المهداوي حق هيا شفته عدد الفيديو ولينطلب منك تسمح لي عني لأنا نتخبى من عدد اللايف اللي أحميس إن شاء الله نتكلم عن هذا الفيديو صعب عفو مشكلة الله لنقاش نطلع شيء ما هو لنا لا لا ما عفو مشكلة الله ما عفو مشكلة الله وذاني شيء يعني طلعت هنا فيديو الأخوت كامل اللي تابعينا الرشاوة المغربية خارج راجل أمريكي كان يشتغل في المنرسو وتاصلوا به العياشة وكانوا لي يرشوها الرشاوة قالوا لي خلصوا قراية أولادك في الجامعة الأمريكية والرشوة الثانية تجبر لقاب على الملك طبعا هو رفض هو رفض كامل هذا العلم كامل يقول لك صحرة مغربية صحرة مغربية كل ما تتفعله المملكة المغربية هو الرشاوة يرشو كل العلم إياك تنقالوا معنا صحرة مغربية لماذا الرشاوة لو لا كانت صحرة مغربية لماذا نرشي الرشاوة هي الملك تنبيه هذه الصحرة والله هو ما عنده الحجة التاريخية من خالق أنت ما سمعت حميد المهداوي هذا في فيديو قال على أنه يعني من ضمن الحجج والأدلة على أن السلطان الفولاني تزوج من الصحر لا كنت سمعت قلت قلت أنا قال الحمد الله أنا لا يمشي نسو حال شوية شوية نسوه نبني حتى نبني عدى البلد في أمريكا وتعود أمريكا صحراوية نعم لك ما فاتني لكن أعلم الثاني عدر لي اللايف إن شاء الله لأمود ساعة والله ساعتين إن شاء الله والله نعدر ليه اللايف ونبرها نوع خارج ياسر بالكلام قال لأمود لأن الناس لا يطرحان لهم لأن الحمد قالوا أجال عجل بالعجلة وتخطوا ومشير فلا نحوز علي إن شاء الله ززاك الله خير الله ونغسروا العلم كام ذلك كلام الذي يقول هو ززاك الله خير قال الله عن الشيخ ما العينين الشيخ ما العينين الشيخ ما العينين الشيخ ما العينين موريتاني موريتاني ولا خارط وشي للصحراء لا عدوا أي دم مع الصحرائيين ولكن أنا لا أفهم مشكلة والله إلا أرسل للرابط سأعلي تبدأ الاسمه باش نسجله سجله باش نبثو إن شاء الله في القناة في اليوتيوب إن شاء الله إن شاء الله بالله ززاك الله بيكم كام بيكم ولا ولا نرحب بيكم السلام خير الله مرحب إذن كيف تعرفو لأنه هذه اللايفات هي مهمة لتوعية الشعب المغربي بقضية الصحراء الغربية لأنه فعلا هناك مسافة بعيدة جدا للشعب المغربي على قضية الصحراء الغربية وهذه المسافة هي فاشة استثمر الاحتلال هذه المسافة استثمر فيها وتم ينفخ لهم ويعطيهم بعض العنوية الكبيرة وتم يعطيهم شيء من التاريخ المزور وكذا وعاد أصبح أي إنسان مغربي يتكلم عن هذا الشيء كأساس أنه قرآن منهزر لكن لما نمش لحقيقة الصراع ونمش فعلا للتاريخ ونقف عليه نقطة بنقطة اكتشفوا لأنه لا يوجد دليل واحد على أن الصحراء الغربية كانت مغربية قبل 75 والأخ الكبير اللي هو ناشط موريتاني الأخ الكبير محمد بن لقرون جزاه الله خيرا وكل الإخوة كاملين قصنطين والأخوة كاملين الأخوة في الجزائر وغيرهم موريتانيا اللي قابضين هذا العهد وماشيين فعلا لتوضيح هذه الحقيقة للشعب المغربي خاصكم يا المغربية تشكروه لأنهم على الأقل جاءوا وعطاوا وقتهم باش يفهموكم تاريخكم وتاريخ الصحراء الغربية وباش ينقذوكم من الجهالة وباش يبينوكم بأنكم أنتم على ضلال كيف ما النظام على ضلال في قضية الصحراء الغربية وهذا الضلال ما ينفع فيه السب والشتم والكلام والحركات الغير أخلاقية وتطلع على الصطاح وتقضى من الصطاح ما يغير أبدا شيء من الواقع أبدا وما يزور التاريخ لو كان التاريخ يزور هذه الحركات حركات الإجراء الناس كانت تعودوا مجرية ما قابت تقلع أراضي من الناس ولكن ربي يهديكم وخلاص تفضل الأخير الكريم أقول لأخي الكريمة الأخير الكريمة تفضل حمودة تفضل لا سيفهمون مع الوقت سيفهمون هم مع التكرار طبعا يتعلم هو أي إنسان هذا يتعلم مع الوقت يتعلم لابد أن يتعلم في يوم لأي صدر أخي كريم خدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فارس من المغرب نعم فارس من المغرب فارس من المغرب تفضل هذه 100 أورو اللي بصيتين إليها أعطيتها أعطيتها المرتي مالكة محمد السادس مسكينة ما عندها باش تعيش مالكة محمد السادس مسكين مسكينة كان لها بوزعي طار طاروةها كاب مسكينة اضحك عليه لا حولي ولا قوت هيا فعلا هي هذك مالكة محمد السادس زوجتي العزيزة مسكينة اللي جاي يضحك عليها يجي علي بونغو يضحك عليها أي حد يضحك عليها أرأيتم كيف يهربوا الاحتلال المغربي من الجواب على السؤال بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 أرأيتم كيف يهربوا أرى هذا الشي كامل تشوفوه مؤطر من طرف المخابرات المغربية باشي هربوا عن السؤال الحقيقي بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 55 لماذا؟ لأنه ما كان التاريخ باش لي يجيب لك التاريخ من إله يجيب لك التاريخ يجيبه من السماء يجيبه من صندوق الخزينة عند محمد السادس نين لو كانوا بعد علاقة شعوروا مع حميد المهدى ويعطيهم شوية من الطاريخ يقولهم شوية من الطاريخ يجيبوني شوية من الطاريخ بدل تودو ميتورو ربع ميتورو خمس ميتورو ست ميتورو جوجتك عمتك خالتك كذا باش تعرفوا بأنه العالم كامل سيكتشف على أنكم محتلين محتلين أي الصفة التي تنطبق عليكم محتلين أنتم محتلون أنتم تحتلون الصحراء الغربية أنتم لستم سوى محتلين ستغادرون أرض الصحراء الغربية طال الزمن أو قصر ومحمد رادي الليل لا أثر فيه لا هذا ولا ذاك ولا كذا لأن محمد رادي الليل لم يهرب ملاير لمغاربة يديهم للخارج محمد رادي الليل ما عنده مسؤولية عن مغاربة بشي وفر لهم المستشفى وفر لهم الشغل وفر لهم كذا لكن أنتم من توجدون في وضع صعب أنتم ليس هذا الشخص الأماثر أبا ما أقول لا أنتم أنتم من التقلاب وما أنكم عارفين فارس فارس قال أنتم ما عندكم فارس قل أنا حمار مراسك حمار في الزريبة قل أنا حمار من المغرب يش فارس فارس تقول هذا الكلام تفهد قل أنا حمار لمحمد السادس قال لك فارس أزوين هذه فارس يا سلام على فارس السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحيم من المغرب مرحب وسهلت فضل شارفين مهم أنا بنقول لك لماذا الصحراء المغربية بماذا هي الصحراء الغربية صحراء المغربية بالدرون وبالجيش القوة بدرون وبالجيش اللي هلكي الجيش اللي محشش لو كانت الصحراء الغربية بالدرون وبالجيش ما تصدع كارساك أنت تتكلم فيه رحمة السلام ميزك مرحمة السلام شفتوا ما عندهم حتى جواب جوابوا الاحتلال احنا احنا باش هو لو كنتوا احنا قاما ما تصدع قارسكم مع لايف لو كنتوا تمام تفوقين عسكريا في الصحراء الغربية لا شيء ما يأثر فيكم لايف ولا ثنين ولا ثلاثة خلوا الناس يتكلم ولكنتم هازمكم لا لايف بيكم مهزومين عسكرية بيكم مهزومين سياسيا بيكم مهزومين دبلوماسيا وبيكم مهزومين إعلاميا فقط بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 جواب ما بقى الكثير من الوقت باش نغلقو القس سياسيا 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفرسي أخير باشير فهمك الناس أعرفنا من لحظك جزاكر لا أعلم تفهمك اعرف نبراسك. انا مكوب بالله احفظك. اعرف نبراسك. اعرف نبراسك. نعيم الخريبقة. ها? نعيم. نعيم من خريبقة. فارس من المغرب نعيم وخير. بتصدر. بخير. والله اللي بخير الحب لله. وانا ما فهمت هذه الصحراء مغربية صحراء غربية ما فهمت. سي تقدر تفهمنا. نفهمك. ماذا تسميها انت؟. ماذا تسميها انت؟. صحراء مغربية. باش مغربية قبل خمس وسبب. ورادك تل ارض راتعنا صحبي. باش تاعكم قبل خمس وسبب. وتاش تاعكم انتوما. زعم البوليزاريو. باش. اذا ما عندك الجواب. اذا ما عندك الجواب. لا انت تم عندك الجواب. لا لا انا عندي الجواب. انا نقول لك باش هي مغربية. هذه اللي تكلم انت تقول عنها مغربية. لا نقول لك باش هي غربية. انت قول لي باش هي مغربية. يلا قول لي باش هي مغربية. واش غنقول لك انا صحبي صحراء مغربية آه يعني الصحراء مغربية صحيح خلاص اذا ما عندك لا حجاج لأدلة لتاريح عندك حجاج اخي عندك حجاج اخر ايه والله والله قولي شمن سنة قولي شمن سنة استقليت في المغرب 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 شمن سانة استقلته في المغرب شمن سانة اعلن استقلال المغرب شمن سانة اعلن الاستقلال في 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 المغرب شمن سانة أوه اللسان طويل اللسان فيه فيه عشرين أماليار في كل مطر ولكن العلم لا يجيب الفهم لا يجيب الفكر لا يجيب الدراسة ما تلقاه ما قد تقر فيد كتاب باش يقرأ متى استقال المغرب استقال المغرب سنة 1956 شفت راني بحرقت لك بأنه الموريتانيو والصحراويو والجزائريو يعلموكم تاريخكم ندرسكم بدل يدرسكم النظام محمد السادس اللي تخلص عليكم حنا اللي ندرسوكم ما هو تاريخ واستقلال يكون في المغرب 1956 ومن بعد يجينا للصحراء الغربية خلاص لجينا للصحراء الغربية اللي نسكتك هون ولكن تكلم مع البهايب البهايب مشي درس مشي درس 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 مشي كتب الصحراء الغربية وقرأ نسمعوه الحسن الثاري ونسمعوه كريم العمراني هو قال عنه يعرف الفرنسية هو يعرف الفرنسية هذك يعرف الفرنسية انت تعرف الفرنسية تتكلم الفرنسية تعال تسمع الفرنسية حضر الحسن الثاني حسن الثاني حسن الثاني شو قلت؟ شو قلت؟ سحراء؟ ماروكا؟ انا ما سمعت قلت ماروكا شو قلت؟ شو قلت الحسن الثاني؟ سحراء اوكسيدونتا؟ سحراء اوكسيدونتا؟ نشوف نتأكد نتأكد لا ربما يعد قال سحراء ماروكا وانا ما سمعت ذكر ها؟ سحراء اوكسيدونتا؟ سحراء اوكسيدونتا؟ وكريم العمراني؟ كريم العمراني رئيس الحكومة المغربية الأسبق حتى هو اشقال؟ 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 سحراء اوكسيدونتا؟ وشعب الجهل؟ يا الشعب الجهل؟ يا الشعب الجهل؟ يا الشعب الجهل؟ يا الجهل؟ وراء ما كانشين قاله الصحراء المغربية بايتين؟ لا توجد وهو ما يقول لك الصحراء الغربية هو ما هو ما هذا لمسك الملف حسن؟ يقول لك واحد الوسف الجهراثي وتعال أنت عند العيش تمشي معاه الوصف الجغرافي يقول لك الوصف الحماري تمشي معاه الوصف الحماري يقول لك الوصف الجغرافي تمشي معاه الوصف الجغرافي يقول لك الوصف البغلي تمشي معاه الوصف البغلي يمشي يقول لك الوصف البقري كم من معاه من الوصف البقري يقول لك الوصف النعجي ماهبال ولا مستطيين ولا واشتو بغيتو تزوروا التاريخ بغيت بغيت تصور التاريخ والله وارد حسن الثاني هو عارف عن هالصحراء الغربي هو هو هذاك الحسن الثاني وهذا كريم العمراني عارف عن هالصحراء الغربي وانت بغيت ترتبها مغربية ترتبها مغربية باش شكرا لكم كاملين تحياتي لكم كاملين إذن نذكركم على أنه بعد حوالي ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة سنتابع وإياكم حلقة جديدة من تيك توكيات صحراء الغربي ونعيش عبر القناة في اليوتيوب أعود وألقاكم بعد ذلك إن شاء الله في مباشر آخر بإذن الله سنخصصه لموضوعين رئيسيين الأول يتعلق بالعفو الملكي على صحراويين كما وعدت سلطات الاحتلال المغربي بعض العائلات الصحراوية قبل أيام من عيد الأضحى لكنها هو عيد الأضحى جاء وسنتعرف على ماذا فعل الاحتلال المغربي في هؤلاء المعتقلين الصحراوي كذلك النقطة الثانية سنتحدث عن جزء من مداخلة المحجوب السالك مع إذاعة لاتجيت ميد راديو ومع العميل رمضان الرضواني أو رضوان رمضاني الذي تحدث فيها عن قضية الصحراء الغربية سنحاول إن شاء الله نشرح الخطاب الذي أو جزء من الخطاب الذي قدم في هذه الحلقة الموعد إن شاء الله بعد الساعة ونصف في حدود الثامنة لتوقيتي بارس أي بعد ساعة واربعة عصر دقيقة إن شاء الله عبر القناتي في اليوتيوب والصفحة الفيسبوكية شكرا لكم تحياتي لكم دائما القوة موجودة الحمد لله للدفاع عن قضيتنا الوطنية الصحراوية الله مرحبه وسهله دائما نحن على بنفس القوة اللي ندخلو بها اللايف بعد ساعتين وكذا نحن كذلك نخرج منها باللايف بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل القضية اللي ندافع عنها والشعب الصحراوي اللي مظلوم اللي معتدى عليه إذن موعدنا في حدود الثامنة مساء بتوقيتي بارس أي بعد ساعة وثلتعشر دقيقة إن شاء الله رحمة الرحيم الذي سنناقش فيه كما قلت هذين الموضوعين الثنين بإلهي تعالى تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم واعتذر الناس لطالبي القيست شكرا مرحب وسهله